عايزة أتكلم على نقطة ومحور تاني خالص كمان اهتمام جنوب أفريقيا ورئيس جنوب أفريقيا بنفسه لما بيبعث رسالة وبيهني موسيماني بوجوده في نادي القرن الأفريقي ده كمان على مستوى خلينا نتكلم على مستوى التسويق لو أخدناه من مستوى التسويق دلوقتي خلي بالك فيه ناس كتير جدا من جنوب أفريقيا انضمت لتويتر وسوشي كل مواقع التواصل الاجتماعي تشجيع النادي الأهلي صحيح يعني بدأوا يتفرضوا عن نادي الأهلي خلينا نتكلم إن شاء الله إحنا مورا موسيماني إن شاء الله إمبارح عمل أعتقد الشوت الأولاني خلينا نتكلم كل أمانة الراجل بقى اليومين أكيد بصماته مش هتظهر على النادي الأهلي خلال يومين أو اتنين يعني أنا لعيب كرة ومدرب وعارف الكلام ده لكن بيبقى فيه واضح جدا الأرياحية في الأداء شفنا الشوت الأولاني بيشتغل بشكل رائع شوت تاني كمان اشتغل بشكل كويس في بعض العناصر شافها بشكل جيد جدا الفرقة اتنين نص ملعب حمدي فتح وعمر السولية سنائي أكثر من رائع كان فيه تفاهم واضح كبير جدا فعايز أقولك إن النتيجة كانت مهمة جدا ومباراة طبعا كبير مباراة مهمة جدا مع فريق كبير إن المسيماني بيبدأ أول مهمته بيقالفوز على نادي المقاولين اللي بيقدم موسم أكثر من رائع بأداء جيد جدا الشوت الأولاني وأداء نقدر تقول جيد في الشوت التاني ده مكسب كبير جدا الأولى للمسيماني نفسه إنه هو بيرتاح وإنه عنده يعني أول مباراة دايما تبقى على المدير الفني صعبة شوية مهما كانت يعني الظروف لكن أعتقد إن شاء الله بإذن الله الراجل يشتغل بشكل جيد ويكون مكسب للنادي الأهل كل التوفيق ليه ولما يكون يعني التوفيق حليفك بكل دور حتى لو ما كانش ده يومك دي حاجة مهمة جدا وبتفرق جدا لكن كمان عايز أقول جماهير النادي الأهلي تأكدوا تأكدوا إنه فيه إدارة النهاردة بتخطط وبتحاول تفضل يعني أو توصل لأفضل شيء وده اللي إحنا نهاردة إن شاء الله يعني يمكن هيقولوا هيأكد عليه الأستاذ طارق أنديل وإنتوا عارفين إنه الأهلي دايما بيقود ولا يقاد النهاردة الناس بتمشي وراء بتمشي وراء النادي الأهلي لأنه كبيرة رياضة في مصر وكبيرة رياضة في أفريقيا ودايما بيرتبط بعلاقات كبيرة جدا مع مختلف الأندية وبيحترم الجميع سواء في مصر وبرى مصر فدي حاجة برضو مهمة جدا وكنا لازم نلفت الحياة النظرية ترجمة نانسي قنقر